نروح ليه أخبار نادي الزمالك كتير أسماء مدربين يتم تداولها مرشحين لتدريب نادي الزمالك بحسب مصادرنا في نادي الزمالك فالهولندي جون فان دين بروم هو الأقرب لتولي تدريب نادي الزمالك هو كان مدرب لفريق أندر لغة البلجيكي سابقا وهو الأبرز أو أصبح الاسم الأبرز لتدريب نادي الزمالك في الفترة القادمة لو قدر نادي الزمالك يرفع إقاف القيد وأنا زي ما قلت لكم الزمالك هيرفع إقاف القيد المدرب واحد من المدربين الكبار جدا واحد من الأسماء الكبيرة جدا واحد من الأسماء العظيمة جدا في أوروبا تعال أقول لك حاجات عن بان دي بروم المدرب الهولندي المرشح لنادي الزمالك الأول هقول لك معلومات عنه معلومات عامة يعني وأرقام وبعد كده هحكي لك كم قصة عليه تعال نشوف هو عنده 57 سنة بدأ مسيرته التدريبية من خلال قيادة فريق آيكس الهولندي تحت 21 عام تدرك في عالم التدريب وقادة فرق هولندية مثل أجوف وأدو دين حتى جاءت المحطة الأبرز في مسيرته عندما قادة اندر لغت بداية من 2012 حتى 2014 وقادة فريق الحصد لقب الدولي البلجيكي 2012-2013 والسوبر البلجيكي عامي 2012-2013 قادة فريق جينك البلجيكي بداية من 2020 حتى 2021 وقادة فريق الحصد الكاس موسم 2020-2021 قادة فريق التعاون السعودي بداية من إبريل 2022 وحتى 7 مايو من نفس العام وراحل سريعا عن منصبه بسبب سوء النتائج وطبعا دي مش فترة أصلا حد يحكم فيها على مدرب بس طبعا إدارة التعاون حرة يعني آخر تجربة لي كانت مع بوزنان البولندي وراحل 17 ديسمبر 2023 بعدما قادر فريق في 81 لقاء فاز في 41 وتعادل في 22 وخسرة في 18 لقاء ده يمكن الأبرز شوية طيب بايدا عن الأرقام دي مسيرة المدرب ده حكايته ايه بص باند بروم واحد من المدربين اللي بيحبوا يلعبوا كرة هجومية الدفاع طبعا زي ايه مدرب اللي بيحب يلعب كرة هجومية هو جايد في الدفاع بس هو راجل هجومي راجل هجومي ميركس قوي مع الدفاع دايما تلاقي في منطقة الجزاء يعني الكام لقطة اللي شفناها دي عنده دايما كسافة هجومية في منطقة الجزاء في مدربين يقول لك ايه لا ما عملش كسافة هجومية في منطقة الجزاء ممكن عمل حدود منطقة الجزاء بس هو لا من المدربين اللي مثلا في كرة عرضية في كرة عرضية متحركة من السبتة ممكن تلاقي اربع خمس لاعبين جوه منطقة الجزاء هتقولنا الصور اواريكم الشكل او الكلام اللي انا بقول لكم عليه دوت انه هو راجل دايما عنده كسافة كبيرة جدا هتقول لي ما اشبه اللي كان موجود قبل كده هقولك لا الراجل ده بيلعب دفاع منظم شوية طرق لعب واضحة شوية طرق لعب كتابده التقريدية اللي هي اربعة ثلاثة اللي بقيت تقريدية دلوقتي بوس انت عندك الكرات دي الكرات دي مكتش عاجمة مرتدة كرات متحركة عادية جدا هتلاقي دايما اللعيب اللي هو في نص الملعب داخل المهاجم موجود الجناح اليمين مع الكرة الجناح الشمال من داخل في منطقة الجزاء هاته اللي بعدها هتلاقي احنا خدنا كزا لقطة هتلاقي حتى في الدفاع هو ممكن تلاقي عنده بعض الصغرات ولكن هو هجوميا قوي جدا بوس نفسك كسافة هجومية كبيرة جدا دايما في كل دي كرات متحركة مش كرات سبتة كرات سبتة طبيعي اللعيبة كلها بتخش منطقة الجزاء او معظم يعني اللعيبة بتخش منطقة الجزاء لكن كرات متحركة ممكن تلاقي عدد قليل جدا هو مدرب هجومي انا حاولت بس يعني اجيب لك صورتين مش بشرح لك فنانة وتكتكين لكن بس بديك ملامح انه مدرب هجومي طيب شكرا